تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز ومعه نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله أبو الغيث أبطال الجيش والمقاومة المرابطين في الخطوط الأمامية لجبهة الكسارة غربية مأرب وخلال الزيارة أكد اللواء بن عزيز أن المعركة الحالية ليست معركة اليمنيين فحسب المعركة العربي جميعا مشددا على أهمية تظافر الجهود وتوحيد الصفوف لمواجهة ميليشيا إيران في اليمن وهزيمة تلك الميليشيات مهما كانت التضحيات وأشاد اللواء صغير بن عزيز بما يقدمه أبطال الجيش مسنودين برجال المقاومة من تضحيات جسيمة لاستعادة اليمن وتحرير كامل التراب اليمني وبدعم تحالف دعم الشرعية المستمر للجيش الوطني في سبيل استعادة اليمن وتحريره من براثين الانقلاب الحوثي الكهنوتي من جهته أكد نائب رئيس مجلس الشورى دعم القيادة السياسية غير المحدود في معركتها الحالية ضد ميليشيا الانقلاب والتمرد الحوثية مشيدا بالتضحيات والملاحم البطولية التي يسطرها أبطال الجيش والمقاومة وكل القوى المساندة من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب المدعوم من إيران وكان نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله بالغيف قد اجتمع بعدد من القيادات العسكرية والميدانية بحضور رئيس هيئة الأركان لمناقشة المستجدات الميدانية وسير العمليات القتالية في مختلف الجبهات مشيدا بالإسناد الشعبي الكبير للجيش ولأبناء مأرب الذين أثبتوا بأنهم أمل اليمنيين في معركتهم الفاصلة ضد ميليشيا الانقلاب الحوثية